لم تعد العبية البحرانية التي ترترديها المرأة عند خروجها من المنزل كما عيدها في السابق بلونها الأسود بل تبدلت وتنوعت حتى دخلت عليها ألوان كثيرة الفاتحة منها والدكنة حيث لقيت العبية الملونة روازا كبيرا بين الفتيات والسيدات ليظهرن بشكل زاهي زميل أخوة الإجراني ستصلت ضوء على هذه الموضة في التقرير التالي ألوان جريئة وزهية تكسو عباية الفتاة البحرينية لتزيدها تألقا من خلال تشكيلة واسعة من العبايات البحرينية المتميزة والتي تجاري خطوط الموضة مع الحفاظ في الوقت ذاته على الطابع الخاص بالعباية البحرينية زالت العباية البحرينية محافظة على أصالتها صار منها مختلف من الألوان مختلف من التصاميم صارنا ننزل ألوان يديدة ألوان مختلفة قبل كنا نشتغل على العبايات السودة أحين دخل معها العديد من الألوان الكحلي البيج الوردي صارت الناس تتميز بعباياتها الألوان الفاتحة صارت درجة أكثر صارنا نشتغل على التطريز، التطريز الملون، الشاك حالياً العبايات صارت بألوان مختلفة شغلنا أكثر صار على العبايات الملونة لكن ما زالت العباية السودة موجودة بس الألوان صارت طاغية عليها أكثر بحيث أن الشغل الموجود فيها عن طريق الشاك أو عن تطريزات الملونة صارت تبرزها أكثر صارت البنية اللي تلبس العباية ملونة تبرز جمالها وأناقاتها أكثر العباية في هذا الموسم حملت العديد من الألوان الناعمة كالبيج والسماوي بالإضافة إلى الأبيض فيما تداخلت الألوان الأخرى مع اللون الأسود لتعطينا تحفة فنية وراقية تعبر عن روح الفتاة البحرينية طبعا بالنسبة حق مجال العبيات الحين صار طبعا اللي داش عليه يديد حاليا العبيات الألوان قبل كلها كان الستندر الأسود أو الأسود الخفيف اللي فيه نايك شوت تطريزات الحين لا اللي ديت فيه العبيات الملونة وخاصة حق بنات الجامعات حتى السن الكبار بس كل واحد بالنسبة حق الألوان أيدت شيء طبعا فيه الألوان اللي هي التفني عندنا وفيه اللون الأبيض ما شاء الله بعد ما كان متوقع أن يصير مننا عباية بس طلع ويد ما شاء الله فيه ديزاينات وأشكال وطبعا الأسود يتم هو الملك الألوان نفس ما يقولون ما تروح مطة ما تتغير باختلاف التصاميم والأشكال اللي تكون فيه باتت العباية الملونة من أساسيات أناقة البحرينية وجزءا من مظهرها الخارجي خصوصا وأنها تعتبر زيا رسميا لبنات البحرين والمتتبع لها يجد أنها تتميز بخطوط وتطريزات ملونة ورائعة تحاكي من خلالها روح العصر بألوانها الزاهية وأشكالها المختلفة أصبحت العباية أكثر تنوعا بمحاكاتها لروح العصر وهي لا تزال تشكل جانبا مهما في حياة الفتاة البحرينية التي تسعى للظهور بشكل جميل وأنيق يواكب خطوط الموضة مع المحافظة على العادات والتقاليد خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة